تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة توج سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الدولية لسباقات القدرة جاء ذلك في ختم الموسم الرياضي 2021-2022 حيث توج سموه الفارس خليفة بارك سبت من فريق الفرسان بلقب البطولة في سباق 120 كم دولي والمركز الثاني الفارس أحمد خالد من إسطبل RM والمركز الثالث محمد إبراهيم السبيعي من إسطبل RM أما في سباق مسافة 120 كم للإسطبلات الخاصة توج سموه الفارس أحمد ذوادي باللقب والمركز الثاني محمد السبيعي والمركز الثالث يوسف فؤاد سعد من إسطبل المغيرات وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بنجاح الموسم الرياضي 2021-2022 لسباقات القدرة واستطحقيق العديد من الأهداف التي وضعها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق الدولي وسباق الإسطبلات الخاصة مبينا سموه أن جهود الفرسان قادتهم لاعتلاء منصة التتويج بعد المنافسة القوية طوال المراحل وأوضح سموه أن السباق الدولي وسباق الإسطبلات الخاصة شهد سرعات عالية وتنفسا مثيرا مفتوحا منذ المرحلة الأولى حتى المرحلة الرابعة وهو ما يؤكد سعي الفرسان لتقديم أفضل المستويات وذكر سمو الشيخ ناصر بن حمد أن القدرة البحرينية ستكون على موعد مع المشاركات الخارجية خلال الفترة القادمة وأن المستويات البارزة التي شهدها الموسم البحريني سينعكس بالإجابة على هذه المشاركات في سبيل السعي الدائم لمواصلة تأكيد مكانة القدرة البحرينية على المستويات الإقليمية والقرية والدولية عبر تحقيق المراكز المتقدمة ونوها سمو الشيخ ناصر بن حمد بالجهود البارزة التي بذلتها كافة اللجان في إنجاح البطولة ونجاح الموسم 2021 و2022 مبينا سموه أن هذا النجاح سيكون حافزا لمواصلة إشراقة القدرة البحرينية هذا وأتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مراحل السباق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر